السلام عليكم شباب معاكم أخوكم أحمد النشيد داك لورد من دفلس جيم و دفلس كميونتي واليوم معاي مدير موقع gameart v9g.com معاي أخوي مستر يوفي مهلا عين حاب تبدأ الكومنترائز واتعرف الناس بروحك عن اي كنت مجهز قناة للمنتدى يعني للمتجات حقية نهايات البطولات وكذا وفكرت انه اخليها اوسع يعني مثلا احط كمانترز واشياء زي كده مونتاجز يعني انوع فيها يعني مو شاب تكون حصرية بس للمنتدى ممكن يعني انت راح تخليها قناة شخصية ليك لمستر يوفي او انت حب تخليها كميونتي يعني الناس يرسلون لك فيديوهاتهم وانت راح ترفعها على قناتك اهم والله مفكر كذا وكذا يعني مو كن شغلات للمنتدى كمه يعني زي نهايات البطولات وكذا واشياء لي انا مثلا انه منتاج او اهم اي شي يعني انه ارفع انا او كميونتي اه تخلي زي الكمانترز يعني نفس افكاركم وانتوا بعض الافكار الحلوة من عندكم ممكن نوسعها يعني انه تصبح في قناتين للعربي يعني حلو مثل ما تقول لتريلرز والاشياء هاي حق المشاهد العربي اخليها اكلمة بلغته يعني اذا تكلم واحد بلغته راح يحب يطالع الفيديو راح يحب يسوي لك سبسكرايب يتابع القنم فأنا بحط تريلر اي صحيح صحيح يعني صراحة من اول ما شفت اول فيديو لكم على طول سبسكرايب وكنت اتابعكم اول باول صراحة يعني اه فكرة حلوة مرة يعني عزيز شرف لي لانا تكون واحد من السبسكرايبرز بس للجامر العربي انه يتابع اشياء بالعربي توب تن واشياء يعني حتى بعد الحين اشوفكم تتوسعون اكثر من مثلا نو كولف ديوتي او بلاكوبس او زي كده لا الالعاب ثانية وابكارة اوسع يعني يعني شغل حلو صراعا ان شاء الله ان شاء الله نهاية هذه السنة يعني انا دخل وياي عظل جديد اه هو اصلا عراقي اسمه مودي سموذي ارسل لي مثل ما تقول الفيديو شفته او حطيته في كتوب تن اقوم ما حطيته في كتوب تن هو كلمني قاليت انا انا عربي وعايش في كندا مولود في كندا وحاب اكون وياكم اه عند تقريبا حوالي 2600 سبسكرايبرز اه 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 فدخلته وياي قريبا رح يكون اول واحد من الكلان اه رح يحط فيديو في مشنمو رح يكون اول فيديو لكلاننا على قناة مشنمو ان شاء الله شفته حلو والله انا لما شفت التوب توقعت اجنبي يعني لان ما كنت سمعت فيه يعني هو انه شفته في شفته الفيديوهات توقعت اجنبي قلت حلو انه ببعد اجانب يعني انه بيطلعون في التوب انا انا يرسلون لي عرب و اجانب فانا قررت ان اخلي دفلز جيم حق العرب ان اخلي فيديوهات العربية هناك و خلي بس فيها فيديو واحد عربي على دفلز كميونيتي اللي هو ملخص لسبوع لان انا ابي ما بيا اخلط يعني مثل ما تقول الجيمينج بيا الفلوغينج وهي الاشياء حلو والله صراحة تنظيمك حلو يعني من ناحية القناتين والفيديوهات اللي تشملها هذي عجبني صراحة و انا اتكلموا يا قارسة و ابلود حق فيديو الحين حق فيفا حلو بكون ان شاء الله هو الواحد يشوفه ان شاء الله وهي الكمنتري راح ارفعها يعني ان شاء الله بكرا احنا نسجل تاريخ 24 و 1 تاريخ 25 و 1 ان شاء الله راح نرفعها من ماذا بدأت تهتم بال كولف ديوتي ألعب الفرست برسن شوتر والله كنت لعبها يعني من بدأت كود 2 على الأكس واكس نلعب كولف ديوتي 2 يعني كان اكثر شي سنايبر يعني كان وقت كولف ديوتي 2 كنا نتجمع و نلعب كنا نلعب كذا كنا نلعب لها كل اوكي بعدين لما صرنا نتجمع كذا يعني في ناس قديمين يعني في الأكس بوكس تقريبا على الحين ما في الا كم واحد منهم كنا نلعبها كذا على الأكس بوكس بس يعني كان لعبنا قليل يعني ما كان مثل فترة الحالية يعني لكن من جد البداية الفعلية كولف ديوتي كانت على كود 4 يعني ولي من جد كانت أيام خيالية يعني من كلامك حسيت لأن كولف ديوتي 4 هي أحسن لعبة عندك في السلسلة كامل ايه أكيد يعني من ناحية من ناحية من ناحية كلانات من ناحية أو سنايبر أكيد أفضل سنايبر صراحة مر وفي الأجزاء كانت سنايبر كود 4 كود 4 أنا عكسك أنا أفضل كولف ديوتي 5 ناس واجد لا يفضلون هذه اللعبة بس أنا أحب كولف ديوتي 5 كولف ديوتي 5 كنت أشارك في تورنيمتس في البحرين وكنت يعني مندمج في اللعبة أزيد من ما أي أحد يصور كنت تخيل اليوم في 24 ساعة أنا ألعب 23 ساعة يعني في اليوم كنت ورات 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 الجامعة كنت أهدها بس على الشيء نلعب اللعبة كل يسمعوننا المفروض يواصلون على الدراسة وما يسوي اللي أنا سويته بس كنت إدمان لدرجة يعني أخس من الإدمان اللي أنا حين فيه في بلاكك صح لكن يا أخي اللي أخلاني أنا لما نزلت كوت 6 صرت ألعب هناك يعني أنه أكثر الكلانات يعني تركت كوت 4 وبينك يعني الكلانات هي متعة اللعبة أنه والله تتجمع أنت والكلان حق كنت ألعب ضد كلان في حماس يعني ومنافسة هذا اللي خلاني يعني أروح مع كلاني يعني ولا كوت 4 صراحة يعني خيالية خيالية حتى مع كل الكلانات في كوت 6 ولكننا فترات كده نرجع نلعب كوت 4 كده نلعب يعني نفس كلاني نحاول نلعب كوت 4 كده فترات بسيطة يعني لكنه نترك اللعبة مرات من نزلت بلاك أبس ماشل لعبة بلاك أبس مع كل العيوب اللي في بلاك أبس لا الحين هنا ألعب اللعبة يعني ما تقرأ تلعب بول بارتي ما تقرأ تلعب أشياء في اللعبة بس لا الحين في ديوتي بلاك أبس عندي لعبة حلوة يعني تحتاج تعديلات أنا على بلاك أبس من أول منزلت يعني طبعا تنزل هي أول شيء كبي على الأكس بوكس ما تقرأ الوقت الرسمي صح أنا لعبتها على الأكس بوكس كبي تقريبا ما كان فيه يلعبون الكبي إلى ثلاثة أربعة من السعودين اللي قابلتهم يعني أكثر الناس كانوا أصلي يعني لعبتها من أول ما لعبتها كبي إلى أن الحين ما لعبت لا كود فور ولا كود سكس ولا أي لعبة ثانية مواصر على بلاك أبس أنا أكثر إنسان يعني أعجبته بلاك أبس الصراحة تبعا أقول لك صادفتي بلاك أبس أول ما نزلت اللعبة أنا هاي هالسبوع راح حط الفيديو أنا ما حطيته من قبل راح حط الفيديو شنو كان يوم الكلان كامل استلموا اللعبتك بلاك أبس أنا صورنا واحنا في المحر أخذنا فوق العشر نسخ وبعد عشر نسخ يعني أخذنا عشرين نسخة من نفس المحر يوم أخذنا النسخ رجعنا البيت أنا شغلت اللعبة ما سكيتها لعقب يومين عيوني قامت تطلع منها دم يعني في يوم واحد استلمت اللعبة سيلا وسط البرستيج الأول اليوم الثاني للبرستيج الثاني بعدين أنا وقفت قلت خلاص بأخذ استراحة من بلاك أبس وصارت صالفت التبت أول ما تلعبها مستحيل تفكر أنا كل شيء أجلت كانت مسجل في نادي وغير كذا عندي جامعة ومعروف عندي روتين يعني أنه مثلا ساعة كذا لازم نرح الجامعة كذا كل شيء خرب يعني خلاص صار اليوم كامل من أول ما أصحى من نوم إلا ما نوم بلاك أبس بس بلاك أبس يعني مثل ما تقول خلاص هي لعبة كولف ديوتي كل سنة تنزل يعني راح تاخد هاي اللعبة وتلعبها حتى لو مو عجبة انك أو عجبة انك راح تلعبها لأن ربعك راح يلعبونها نعم صح لأن انت تبقي تلعبوا إياهم اللعبة هي وناصي وكتل تلعبها بس أنا حين أقولها هني أنا بوقف كورف ديوتي بلاك أبس ما بلعبها مدام عندي لتل بيك بلانت لتل بيك بلانت أحلى لعبة لعبتها لحد الحين من أيام سوبر ماري على الفاملي جيم أحلى لعبة صراحة اللي بمجربها لازم يجربها كان شيء مو طبيعي شعور مو طبيعي لتل بيك بلانت من أكثر مبعب أنا تتمست معكم من أشوف الفيديو اللي ما يحبون الجيمينج اللي ما يحبون هاي قاموا يضحكون على الأشياء الصغيرة قاموا يضحكون قاموا يضحكون فلعبتها الحالي ملل يعني ما كملت لكن شكلها حلاتها كده حلاتها لحين أنا كل يوم بحط فيديو عندنا يمكن ساعتين سجمنا كل يوم حطيت منهم 20 دقيقة يعني يبيه اللي تم اسبوعين على ما أحط بس بس من أول مرة غير الاستثار اللي بواصل عليها كل يوم بحط أدوار وبعد بنسوي حق الكميونيتي العربي لأن الأجانب أكيد بيساوونها بس ما أعتقد أننا عربة حين بيساوونها احنا شنو نبي نسوي إن أي شخص بيسوي دور بيطور دور في لعبة Little Big Planet راح نلعب الدور ونتكلم عنا علشان نص أكثر يشوفون عشان نص أكثر يعرفون من هاي الشخص يلعبون ويشوفون دورة يعطونا هارس اللي في اللعبة ستيكرز أشياء يعني نبي نطور الكميونيتي العربي لأن الأجانب يعرفون لأن العرب بعد مهتمين في لعبة Little Big Planet مو بس هم بروحهم هو أهم شيء الأجانب يعني يتابعوننا بعد عرفت يعني الأجانب يحسبوننا بس ولهين هاي الله الناس بدأوا يشوفون إن والله العرب على Call of Duty يعني في عرب في سعوديين في بحضانيين في زيكي السعودي هو كان الثاني على العالم في Modern Warfare 2 ممسوي هاك ممسوي غلش ممسوي أي شيء هو كان الثاني في كلزون السعودي هو الأول على لعبة كلزون 2 يعني في انتشارت يعني حتى كودفار يعني الأول كان سعودي يعني العرب يقدرون من يوصلون صح ولو تلاحظ الحين يعني يعني العرب يعني بدأوا حقين المنتاج وكذا بدأوا يكثرون الPVR حتى بدأت يعني أول كنا نقول مين اللي عنده PVR الآن نقول مين اللي ما عنده PVR صح وحتى في المنتدى لو تشوف قد حطيت موضوع اللي حاب يعني يطلب PVR نقدر نوصلها لك وكذا بحط اللينك تحت في الديسكريبشن عشان اللي يبي يطلب قطعة PVR وأنا اقولها لكل شخص يبي يبدأ يسوي كومنترز لا يخاف لا يخاف يقول اللي عنده إذا عجبهم الناس الشي اللي انت بتقوله راح ساون لك سبسر إذا ما عجبهم انت ما خسران الشي انت حاول أهم شي يتحاول يعني صح احنا نبي العرب يزيدون اللي يساون كومنترز أنا راح افتح ما راح افتح ما راح افتح فيها تقريبا 500 سبسرابرز اللي هي ديفلز اوبس قاعدين نشتغل على انترو حقها اي شخص عربي يبي يرفع كومنترز ويقول لانه ما عنده سبسرابرز ويحنا نرفعها على قناة قناتنا الثالث اللي هي ديفلز اوبس ونخلي يعني يحصل على الأقل ناص طوعون فيديوه إذا عجبوهم يعني إذا عجبهم معاي الناس الفيديو راح يسمون الله ويشتركنوا ويحصل على الأقل فنحن نبي العرب يزيدون اللي يسوون صح وان شاء الله بعد راح ابدأ بالقناة حقتي ان شاء الله ان شاء الله يعني تكون بداية مو لي بس يعني لي والغير يعني نبي العرب على الأقل يعطون شوي حق الكميونيتي علشان المطورين يهتمون فينا يعطوننا اشياء يقولون لان العرب قاعدين يسوون شي فاحنا نبي نعطيهم شي في المقابل صح حلو نساعد بعض يعني اللي مثلا اه ما قدري يسوي شغلة معي نقدر نساعد يعني يعني مثلا نزل توريول وشلون ترفع الفيديو شلون تطور باستخدام ال HDPVR شلون تطلب ال HDPVR صح هاي لشاب نقلو نساعدكم فيها عندك كلمة أخيرة والله شكرا ازطابة صراحة و يعني شرف لي ان صوتي بيكون موجود في قناة The Devil's Game بدأت لتخبط بالاسم صديق لا قادي لجانب يتخربطون اكتر معانا الاسمي انجلينزي يعني يعني في قناته رح يكلمكم عن روحة رح يحط ليكم كومنتريز رح يحط ليكم اشياء واجد رح تعجبكم ان شاء الله كامل اياكم اخوكم احمد النشيط The Doctor من The Devil's Game و The Devil's Community و اياي اخوي مستر يوفي سوي لانه سبسكرايب على The Devil's Game و The Devil's Community وعلى قناة مستر يوفي و دابل لايك وحطوا لانه كامل تحت و مع السلام ان شاء الله